مرحبا صديقي العزيز. اليوم سوف أخبركم عن توقعات يونيو 2022 لصعود برج العقرب. هذا هو الرسم البياني للكواكب التي تتحرك أثناء العبور ويوضح المواضع الحالية للكواكب. لا يوجد كوكب في المنزل الأول والثاني والثالث. سحل يجلس في المنزل الرابع. كوكب المشتري والمريخ يجلسان في المنزل الخامس. في السابع والعشرين من يونيو سينتقل المريخ إلى منزلك السادس. في نصوى راح يجلسان في المنزل السادس. سينتقل كوكب الزهرة إلى منزلك السابع في الثامن عشر من يونيو. الشمس وعطارد يجلسان في المنزل السابع. في الخامس عشر من يونيو ستنتقل الشمس إلى منزلك الثامن. لا يوجد كوكب في البيت الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر. إذا كانت الكواكب في وضع جيد في مخطط ميلادك فستحصل على نتائج جيدة لتحرك الكواكب في العبور ولكن إذا كانت الكواكب في وضع سيء في مخطط ميلادك فلن تحصل على النتائج الجيدة للكواكب العابرة المريخ هو صاعدك ورب البيت السادس المريخ يجلس في منزلك الخامس المريخ له ثلاثة جوانب الرابع والسابع والثامن سيتم إرجاع أموالك العالقة بسبب سوء التفاهم مع شريك الحب يمكن أن تكون هناك خلافات ستكون دراسات الطالب جيدة هذا هو الوقت المناسب جدا للطلاب المرتبطين بالرياضة احترم إخوتك وأخواتك الأكبر سننا سيتم اكتساب المعرفة في علم التنجيم في السابع والعشرين من يونيو سينتقل المريخ إلى منزلك السادس سيختفي المرض والمرض والديون يمكنك الحصول على النجاح في امتحان المنافسة سوف ينظر المريخ إلى منزلك التاسع من وجهة نظره الرابعة حيث ستكون علاقتك بوالدك جيدة سوف يدعمك الحظ سوف ينظر المريخ إلى منزلك الثاني عشر من وجهة نظره السابعة مما يجعلك تنفق علام للذاتك قد تكون هناك رحلات خارجية سوف ينظر المريخ إلى صعودك من وجهة النظر الثامنة مما يزيد ثقتك بنفسك سيتم الانتهاء من عملك المعلقي لعلاج المريخ اقرأ هانومانت شليسة كوكب المشتري هو رب منزلك الثاني والخامس كوكب المشتري يجلس في دائرة البروج الخاصة به في منزلك الخامس كوكب المشتري لديه ثلاث رؤى الخامس والسابع والتاسع إنه وقت جيد جدا لإنجاب طفلا سيكون الوضع الاقتصادي قويا إذا كان المشتري في وضع جيد في برجك فيمكنك الحصول على أرباح جيدة جدا من خلال استثمار الأموال فيه سوق الأسهم سوف تحصل على دعم الحظ والدك ستكون صحتك جيدة إيضا سحل هو رب المنزل الثالث والرابع سحل يجلس في دائرة البروج الخاصة به في منزلك الرابع سحل له ثلاثة جوانب الثالث والسابع والعاشر سيزداد الصراع في حياتك سيكون هناك جو متوتر في الأسرة قبل البدء في عمل جديد خذ نصيحة أحدهم في هذا الوقت سيكون لديك معظم الأعداء ولكن لن يتمكن أي عدو من إلحاق الأذى بك إذا كان زحل والقمر يواجهان بعضهما البعض أو كان يجلسان معا في برجك فلن تتمكن من بناء منزلك إذا لم يكن زحل والقمر مرتبطين أو مترابطين فيمكنك شراء منزلك الجديد سوف ينظر إليك زحل من وجهة نظرك الثالثة والمنزل السادس من وجهة نظرك السابعة ونتيجة لذلك سيكون هناك تقدم في الوظيفة والوظيفة سوف يبتعد أعداءك عنك سيزداد خصومك في مكان عملك لكن لن يتمكن أحد من إيدائك الزهرة هي رب البيت السابع والثاني عشر توكب الزهرة جالس في منزلك السادس هناك رؤية واحدة فقط وهذه هي الرؤية السابعة سوف تنفق المزيد على أوقات الفراغ والسفر يمكن لأصدقائك المقربين أن يصبحوا خصومك إذا كانت كوكب الزهرة في وضع سيء في مخطط ميلادك فسيتعين عليك الابتعاد عن زوجتك لا تجادل مع النساء في الثامن عشر من يونيو ستنتقل كوكب الزهرة إلى منزلك السابع ومن ثم يمكن للزوج والزوجة قضاء وقت ممتع لعلاج كوكب الزهرة يجب إطعام البقرة العلف الأخضر عطارد هو رب بيتك السادس والحادي عشر عطارد يجلس في منزلك السابع عطارد لديه رؤية واحدة فقط وهذه هي الرؤية السابعة حتى الثالث من يونيو كان عطارد رجعيا لكن الأون أصبح مثيرا للشفقة هذا هو الوقت المناسب جدا لرجال الأعمال قد تكون هناك اختلافات مع شريك العمل قد تكون هناك بعض الاختلافات بسبب الطبيعة العصبية للزوج الزوجة ستكون هناك العديد من المشاكل في حياتك المهنية لكنك ستقضي على كل هذه المشاكل بموهبتك إذا كانت هناك أي قضية أو دعوة قضائية جارية فيمكنك الفوز فيها الشمس هي رب بيتك العاشر الشمس تجلس في منزلك السابع سوف تزداد غرورك عليك أن تتحكم في كلامك وغضبك قد تكون هناك بعض الخلافات بين الزوج والزوجة في الخامس عشر من يونيو ستنتقل الشمس إلى منزلك الثامن يجب أن لا تجري أي تغييرات كبيرة في وظيفتك أو عملك في هذا الوقت لا تخطئ في العمل الحكومي لا تجادل مع أي موظف حكومي رهو كتو بعد عام ونصف غير رهو برجه في منزلك السادس وجاء كتو في منزلك الثاني عشر سوف يجعلك كتو روحانيا ستكون هناك وظائف دينية ستكون هناك رحلات دينية راح سيخلصك من الدعوة القضائية والتقاضي بالجلوس في المنزل السادس لا تفعل شيئا خاطئا في هذا الوقت وإلا ستزداد مشكلتك ستحدث حوادث سيئة يمكن أن تحدث إصابات وحوادث طفيفة سيكون هناك ألم في العضلات توخل حذر أثناء قيادة السيارة يمكن للأشخاص المرتبطين بالسياسة تحقيق النجاح هذا وقت رائع لحياتك المهنية لذلك كان هذا هو توقع يونيو 2022 لصعود برج العقرب لمزيد من هذه المعلومات استمر في مشاهدة قناتنا شكرا ترجمة نانسي قنقر